مرحبا وسهلا بكم مشاهدين ومتابعنا أسعار العقارات في دولة الإمارات حسب آخر التقارير الاقتصادية المتخصصة تقول انخفاض في بوظبي وثبات في الشمال للحديث أكثر حول واقع سوق العقار بالإمارات لسعدنا أن يكون في ضيافتنا اليوم وفي آخر فقرة معانا الخبير العقاري الأستاذ سامي عبد الرحمن الصوالحي رئيس مجلس إدارة شركة قصر الملوك للعقارات مرحبا بك أستاذي معانا في مساء الإمارات مرحبا أهلا بسهلا مساء الله بالخير أستاذ سامي وحياك الله في ضياقتنا في برنامج مساء الإمارات موضوع حيوي أكيد نعم نحن بنتطرق لهذا الموضوع بعد ما نتابع التقرير اللي معانا واللي يعد فريق البرنامج لهذا اليوم حول العقارات خلونا نتابع التقرير ولنا بقية الحديث على الرغم من أن تدفق أعدادا كبيرة من الوحدات السكنية الجديدة سيستمر في خفض الإيجارات وأسعار البيع في سوق أبوظبي السكنية في النصف الثاني من هذا العام فإن انخفاض أسعار السكن سيساعد أيضا على تعزيز الطلب في الإمارة واجتذاب السكان مرة أخرى من دبي وفقا لتقرير جديد صادر عن جونز لانغ لاسال التقرير أشار إلى أن متوسط الإيجارات وأسعار بيع العقارات في أبوظبي استمر في الانقفاض في الربع الثاني من المستويات التي لا يمكن الحفاظ عليها منذ الثلاث سنوات في حين أن إيجارات الشقاق الفاخرة في أبوظبي بقيت مستقرة في الربع الثاني فإن إيجارات الوحدات الأقل جودة انقفضت بما يصل إلى 15% في غضون فترة ثلاثة أشهر في الوقت نفسه وبالرغم من أن متوسط أسعار البيع قد انقفض بنسبة تزيد عن 45% عن الذروة التي بلغتها تلك الأسعار فإنها ظلت مستقرة نسبيا منذ الربع الأخير لعام 2010 لكن التقرير أشار إلى أنه حتى في ظل مثل هذه الأسعار فإن المعاملات كانت في حد أدنى من حدودها في ازدياد كبير لتسليم الوحدات السكنية الجديدة فلم يشهد الربع الثاني سوى تسليم 980 وحدة سكنية في العاصمة ليصل إجمال المخزون الحالي للوحدات السكنية إلى نحو 189800 وحدة سكنية ومع ذلك فإن الأعداد التي سيتم تسليمها سترتفع بشكل كبير في خلال النصف الثاني بين نحو 14 وحدة سكنية من المقرر الانتهاء منها في الوقت الحالي حياكم الله ومشاهدين من يديد أكيد نرحب بالخبير العقاري الأستاذ سامي عبد الرحمن الصوالحي رئيس مجلس إدارة شركة قصر الملوك للعقارات في برنامجنا اليوم للحديث حول العقارات في دولة الإمارات يعني بداية قبل بعد ما نبدأ الحديث هاي ثاني مرة تقريبا نشكرك طبعا على الهدية اللي قدمتوها اليوم لبرنامج مسأل إمارات ونقولكم بسد وذخر ومشكورين على هاي الهدية طول لأمرك الله يطول بأمرك يعني اللي جذبني في الموضوع أنه فعلا لها رونق اللي تحمل فيها علم دولة الإمارات مثل ما نتابع على شاشتنا شاشة الضفرة ودخول اللوغوم والقناة الضفرة أيضا مع هذا تقريبا الصورة بالنسبة لروح الاتحاد واللي لها معاني كثيرة طبعا نتوجه بعد مرة ثانية بشكر جزيل على هذه الهدية هذه بسيطة لكن قيم وغالي أغلى شيء أغلى شيء عندنا حاليا يعني هي فعلا يعني يمكن أكثر شيء يعني علم دولة الإمارات وشعار روح الاتحاد ال41 وهي مناسبة عظيمة على شعب دولة الإمارات الله يديمها علينا إن شاء الله بالرخاة والسعادة والأمن والأمان على دولتنا الحبيبة بإذن الله إن شاء الله آمين نرجع لموضوعنا حول العقارات في دولة الإمارات في البداية يعني شو تخبرنا بالنسبة للوضع الاقتصادي في دولة الإمارات ككل الحمد لله طائمنا نحن حاليا في الربع الثاني في 2012 تغيرت الإمار بشكل عام الحمد لله تعدينا نحن الأزمة المالية الحمد لله من فترة طويلة لكن حاليا قمنا نحس بها ودشينا في المرحلة اللي هو إن المستثمرين بدأوا يتلبون للشياء والطروحات اللي نطرحها لهم والحمد لله اختلفت أمور كثيرة من بداية اللازمة اللي هنا حينها أمور كثيرة اختلفت يعني يمكن كان في بداية الأزمة كان يعني الحمد لله أن ثبات السوق العقاري تقريبا في هذا الموضوع لأن بدأت أكيد يعني أزمة الرهون العقاري هي ما بدأت في الأزمة المالية العالمية ولكن أعتقد هل كان لها تأثير قوي على دولة الإمارات أم نحن اتجاوزناها لثبات الكثير من الشركات لا الحمد لله اتجاوزناها والأكبر دليل مجلس النقد الدولي أنه رفع نسبة الاقتصادية لدولتنا من 4.2 إلى 5.5 هذا كل دعم حكوماتنا الحمد لله وبدأنا نحس بالمشاريع التي أعلنها وطلعت إشاعات أن هذه المشاريع تنلغي وتتوقف الحمد لله أن تنفذت وقد انجزت أكبر مثال ميناء الشيخ خليفة والمترو الذي في دبي أعتقد يمكن بقطع رمساتك بالخير أن في عز الأزمة الاقتصادية تم افتتاح برج خليفة ما شاء الله هذا البرج أنه ظاهر أن الحمد لله لا نزال متماسكين ولا يزال القاعدة بالنسبة للقطاع الاقتصادي ثابتة ومتينة نعم والمشاريع الكبيرة كذلك بدت تنفذت واستلمت هذه كلها يطفل الإشاعات التي طلعت وما زالت تطرح المشاريع قبل يومين سمعنا وكل سمعنا عن مدينة شيخ محمد بن راشد لطول عمرة آمين فهذه كلها تدلت على شيء على عكس الكلام التي طرح صحيح طيب أستاذ إذا بنتكلم شوي عن مستجدات سوق أو أسواق الإيجارات في دولة الإمارات سواء كانت مدينة إدبي أو بوظبي كسوق إيجارات نعم الحمد لله طبعا حين من بداية 2012 بدأنا كسوق عقاري تمحوا الأفكار التي كانت يطرحها الملاك أن يزيد من فترة الإيجار أو أن ينزل في السعر أو أن يتحكم في السوق وبدأت الحمد لله العقارات كلها بشكل عام تملي قبل كانت الناس كلها ترد الإيجارات الشقق كلها فاضي الحمد لله اختلفت الأمر كلها هناك كان يمكن عرض وطلب تقريبا أنت كشركات عقارية بشكل عام أو لإدارة العقارات بشكل عام هل لاحظت أن هناك فجوة ما بين العرض والطلب بين المستهلكين تقريبا والملاك حول الكثير من الشقق يعني في آونة من أو فترة من الفترات تقريبا الآونة الأخيرة أن تم هناك عرض بالنسبة للشقق تقريبا في إمارة بوظبي كان هناك عفوا طلب كبير على الشقق ولكن المعروض قليل على عكس إمارة دبي كان هناك عرض كثير ولكن بالنسبة للطلب قليل كيف تمت عملية الموازنة ما بين العاصمة بوظبي وإمارة دبي الحمد لله بدأ يعني بعد كان الناس ينجذبون لدبي أساساً المشاريع المطروحة الكثيرة فبعد طرح المشاريع الحمد لله في إمارة بوظبي ردت هذه الناس المستهجرة في دبي لإمارة بوظبي وبثبات الأسعار اللي كان مبالغ فيها قبل أنا أعتبرها كان مبالغ فيها صارت الأسعار حالياً في المعقول فأغلب الوحدات طبعاً أغلب البنايات الحمد لله اللي عندنا في بوظبي وإمارة دبي طبعاً الحمد لله إن شغالها 100% صار نعم هناك قانون يمكن من فترة أن يعني سموه الشيخ محمد بن زايد الله يطوله بعمره يمكن نزل قانون اللي هو يحد نسبة رفع الإيجارات تقريباً لـ 5% خلال سنة تقريباً أو خلال ثلاث سنوات يعني استمر لمدة ثلاث سنوات أيضاً هناك كان في أحد القوانين العاملين بالنسبة للعاملين في العاصمة بوظبي تقريباً أنه لازم يسكنون في بوظبي يعني هل زادت أسعار العقارات في ظل هاي القوانين خاصة لانتقال كثير من الناس من دبي أو من بعض الإمارات الأخرى إلى العاصمة بوظبي لأنهم يعملون في بوظبي أم أن القانون هذا اللي حد من عملية ارتفاع الأسعار اللي هي 5% ثبت عملية تأجير العقارات أو بيعها أنا وجهة نظري أن منع الساكرين اللي يشتغلون في بوظبي أنهم يسكنون في دبي ويجرون من خارج إمارة دبي ما بأسس ما بسبب أن البنايات تمتلي أكثر منه أن حفاظاً على سلامتهم صحيح بعد الحوادث هذا اللي حاصله في الطرق والأرواح اللي تروح أرواح الشباب فكلما كانوا قريبين من أهلهم وقريبين من عملهم أقرب وعندهم الويكند طبعاً يقدرون يزورون إذا كانوا الإمارات الشمالية هذه هي وجهة نظري أنا وأعتقد أن وجهة طويل وجهة نظري إن شاء الله صائبة وبالنسبة كزيادة كتثبيت الزيادة هذه طبعاً تغيب حدود السنة الثالث الزيادة اللي هي 5% ثابت هذه ترجع 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 الفايدات المستهلك طبعاً للمستاجر بس الحمد لله الأسعار اللي كانت ثابتة الأسعار اللي طلعت في السنوات الماضية كان مبالغ فيها فالحمد لله الشيوخ والأمارة منهم وجهة نظر للمستثمر طبعاً أو المستاجر أو المستثمرين في كثير مستثمرين الجانب وسكون في الإمارة فهذه الأبعاد عاملين حسابهم أن البكج اللي عندهم على الرأس المال اللي حاطينه كاستثمار في الإمارة هذه الأمور كلها إلا حكمة فهنية الزيادة اللي هي 5% ما شاء الله يعني مثل ما تقول مساوية للجميع نعم كان أبرز المواضيع التي طرحت في هذا المجال تقريباً كان اللي هو عبارة عن تكدس السكان في نفس الوقت أن عملية الشقق أنها تكون عملية توازن ما بين الشقق السكنية الأخرى في دولة الإمارات بشكل عام خلنا نقول مش شرط أنه بس في إمارة بوظبي ودبي يعني كان هناك أيضاً ينظرون إلى العاملين في العاصمة بوظبي على أساس أنه ما يكون في عليهم مشقة طريق النسائرين رادين في ظل الأجواء المتقلبة بشكل عام خاصة في الأولى الأخيرة يعني هناك عوامل كثيرة ولكن أنت كملاك لهذه العقارات بشكل عام هل تنظرون إلى السوق أنه مثلاً يتذبذب ما بين فينا وأخرى أنه والله ينتقل مثلاً ما بين أنه ارتفعت الأسعار اليوم ونزلت الأسعار ويمكن أسألك السؤال الثاني أنه هل هناك معدل يجاوب على الأول أي من نفسك يعني يمكن مرتبط الموضوع هنا هل تعتقد أنه هناك يعني ما بين المبلغ أنه أقل سعر لعملية التأجير في إمارة دبي تختلف عن إمارة بوظبي من ناحية هذه العوامل ككل طال أمرك من مسألة السعر أهم شيء أهم من هذا كله هذين الشركة اللي تدير الأقار أو المبنى بشكل عام بعض المستأجرين عند أن يسكن في الشقة هاي اللي هي غرفتين أو ثلاث غرف أحسن له عن سير يسكن في بناية ثانية بنفس الشيء يمكن الفرق عشرين ألف صحيح لكن الفسلتز اللي يعطيني إياها وتلبية مطالبات الصيانة والنظافة أمور كثيرة أمور كثيرة ينظر لها المستأجر غير عن فتحصل في بنفس الإمارة وفي نفس المنطقة نزين بسعر معن سعر فالواحد يجب يفرق لي براحت ويبلل هذا ها ترقى يدفع شوية زيادة صحيح جميل طيب أستاذ إيدبنا نتكلم شوي أيضا نتكلمنا عن الإيجارات دخلنا نتكلم شوي عن سوق التملك الحر في الإمارات سواء كانت مدينة جبي أو بوظبي طيب أمور سوق التملك الحر طبعا نحن واجهنا من 2008 إلى 2011 مثلا ما تقولين مثلا عندي أنا في الشركة كان ما يقارب 25 موظف كسيلز كتملك حر نزلوا لين 5 موظفين لكن الحمد لله بداية 2012 حسينها بالفارق حسينها شوي بالانتعاش مرة ثانية ردت الروح فينا فالحمد لله صار في حركة أنا وين كيف أجيس نبض الحركة هذه حجم الاتصالات التي تتيني حجم الإيميلات حجم حركة التداول التي تصير في أبوظبي في دبي هنا أنت تعرف كيف أنه فعلا في حركة في تفاعل نعم في تفاعل وبدأ توصلنا إيميلات على موقع الشركة استفسارات قبل يومين نطرح مشروع مثلا تلقام على تواصل المستثمرين تلقام على علم لكنهم يرون بس شوية أنهم تخفون على شوية الأسعار نعم الأسعار شوية نعم عادة ينظرون للمبلغ وحاليا الحمد لله الأسعار في المعقول وحاليا الكل راضي على الأسعار؟ الحمد لله حسينها حسينها لا وعن ما ينتظر فترة لما يبيع صدقين يعني يمكن أقول لك يعني يمكن المستأجرين أو من ناحية الناس اللي يدور على التملك أكيد ما بيرضون سواء بهذا الوضع ولا بهذا الوضع يعني يمكن من وجهة النظري الخاصة تقريبا عادة يعني تشار أصابع الاتهام إلى أصحاب العقارات أنتوا اللي تتحكمون في السوق وفي نفس الوقت أنتوا اللي تتسوون هذه الزيادة وكذا يعني ما يعرف كيف ردودكم على هذه الأشياء هاي طال أمر العقار مثل الأسهم نعم يعني فيه فرق بينه وبين الأسهم طبعا لكن فيه يعني رد قبول وفيه طلب حسب مميزات وتسيلات تقريبا طالب وبعدين البنوك مثل ما تفضلت تعمل إذا يعني فتحت بابها تسيلات كثيرة نعم نعم إلها فضل كثير خاصة للإند يوزر مش للتاجر للساكن الأخير أو المستثمر الأخير أو المستعمر للعقار الأخير فهذه فهذه اللهم الفضل فحاليا الحمد لله بداية 2012 فتحوا وعملوا توصيات وفيه فنسلات يعني فيه ميزات شو هذه الخصائص أو توصيات اللي قدموها كثيرة مثلا مثلا للموظفين الموظفين اللي في الحكومات بالإضافة للشركات الكبرى بالإضافة للينظرون للبقيم مش المقيم يعني صار لفترة في البلد فينظرون لشغلات كثيرة وتسهل على نعم وصار يعني إذا بتحسبها كانت تدفع أجار سنة كانت أجار شقة أو بل نعم مقابل لأنت تدفعها كقصد للعقار نعم يمكن سؤال الأخير وعلى عجالة هل هناك يعني قمت بالتفكير أنه يكون هناك ربط إلكتروني ما بين شركات العقارية بدولة الإمارات أو كبرى الشركات العقارية اللي موجودة بدولة الإمارات لتبادل معلومات حول الأسعار سواء كانت أو الوحدات السكانية وكذا هل هناك مبادرة بالتفكير في عملية الربط الإلكتروني هاي ضال عمرك عرضنا الفكرة عرضنا الفكرة هذه في كذا مرة سواء في إمارة دبي أو إمارة بوضابي لأنهم الإمارتين يدر تبطو إنزين تلقاهم يعني بين عشون المنطقة أكثر نعم فحاليا عدنا نحن مجموعة بين عقارية في دبي وعدنا جهة التنظيم العقاري صارت زيارات ما بين الجهات الحكومية في بوضابي الجهات الحكومية في دبي فالفكرة ما شاء الله عليك أنت مطلع هذه مطروحة وإن شاء الله عن قريب بإذن الله حاليا قمنا نحن بشكل حاليا شركة مساهمة خاصة فقمنا نحط النقاط وندرس الموضوع هذا كيف يسر بين الدائرتين كدائرات تنظيم العقاري فالحمد لله في اجتماعات رياية عن قريب إن شاء الله بذن الله منعلكم توفيق إن شاء الله نتمنى أيمن دوم تقول انتعاش في هذا القطاع الاقتصادي والعقارات في دولة الإمارات انتعاش بشكل مستمر نحن دوم الله يطول بعمر شيوخنا اللي قالونا نحن ما نرضى إلا بالمركز الأول نحن دوم إن شاء الله يكون عندنا مناصبنا إن شاء الله تكون الأولى دائما أن ننفس فيها الكثير من الدول إن شاء الله وصلنا لنهاية يذكروننا أقاري أستاذة سامي عبد الرحمن الصوالحي رئيس مجلس إدارة شركة قصر الملوك للعقارات على تواجده معنا في برنامج مثل الإمارات ما بقى غير أني أقول تصبحون على ألف خير ونلقاكم إن شاء الله باتر بنفس التوقيت وبنفس الموعد بإذن الله تعالى بمواضيع عديدة وضيوف جدد خلنا بس أيمن نذكر مشاهدين ومتابعيننا في وسائل التواصل معنا إيميل البرنامج مثل إمارات أذفري دوت تي في وأيضا مثل إمارات التويتر فيسبوك مثل إمارات أيضا ترمون تكتبون في اللغة العربية بنكون سعيدين جدا في تواصلكم الدائم معنا أما الحين تصبحون على ألف خير وفمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة